اليوم أريد أن أعلمكم بأن أتعلمكم في راما وهي سيطالة بسيطة، خاصة بشكل أفضل أسمي أحمد، وقد كنت مستعدة عندما كنت في مؤسسة التعليمية فور اتخاذ القرار للتعليق الدراسة بمؤسسة التعليمية كاستدبير احترازي من أجل الحد منتشار للوباء الكورونا فجميع الأكاديميات الجهوية لتنبير التكوين جندات من أجل إنتاج الموارد الرقمية بما فيها الأكاديمية الجهة تنجة تيطوان الحسيمة اليوم داخل مديرية تيطوان كانت واحد جنيد لفريق التربوي تكون مجموعة من المفتشين ومجموعة أيضا من السادة الأساسي الذين يحرصوا على إنتاج كافة الموارد الرقمية التي تشرف عليها الأكاديمية كابسول دابل اليوم يتم إنتاجه فكتراعي المقرارات الدراسية وكتراعي الظروف تحصل جيدا بالنسبة للتلاميذ من طبعات الحلم أن نجح في هذه العملية لإنتاج الموارد الرقمية فالأكاديمية عبقت كافة الموارد الضروية من المختبر اليوم التي تم إعتماده ومختبر ذو تقنية عالية التي سمح أن الإنتاج يكون في مستوى عالي ويمكن أنه لمنح الصوت ولمنح الصورة يمكن تلاميذ من الظروف التي تحصل جيدا تستمر إلى غاية أنه تجعل الوضعية الطبيعية للمؤسسة التعليمية وتحقق بالفصل الدراسية تتشرف هذه المديرية بتنظيم دورات بطبع الحال في إعداد دروس وتحضير دروس بطبع الحال في جميع المواد أساسي ذا فرق كثيرة تتشتغل ليلة نهار في إعداد هذه الدروس وتقديمها وشرحها وطبع الحال بتجيل في واحد ستوديو تابع المديرية لبتها عبر الملصات التربوية التي أعدتها الوزارة لهذه الغرض نحن نتواجد اليوم هنا تلبية لإعوة الوزارة الوصية على أساس أننا نوجد كابسولات رقمية أو دروس رقمية عن بعد من أجل إبقاء تلاميذ متبعين للدروس ديالهم وخاصة السلك التأهيلي نظرا لضرفية التي يمر بها التي يمر بها البلد ديالنا المغرب أو العالم بسفاعة عامة نحن اليوم نحاول جاهدين نحن كأساسدة دياللغة نحن نحاول جاهدين على أننا نوجد وننقدموا أحسن ما لدينا ومشنسهلوا العملية ديال تم الدروس بالنسبة لتلميذ وما يبعتش على المدرسة بشكل ما تكونش قاطعة ما بينوا بين المدرسة ويحاول أنه يبقى متبع الدروس ديالنا ويبقوا في المنازل ديالهم كيف جاءت التوصيات ويحاولوا يتبعونا على أساس أننا نساليوا معاهم للبرنامج الدراسة إن شاء الله بحاول الله بعد جديد الفيديوهات مثل الثاني و بعد جديد الفيديوهات مثل الثاني لا تنسى اش تقابونا فلاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هز براس